الساحر التائب قصة داود الساحر التائب تكشف عن أن رحمة الله واسعة وأنه سبحانه واسع المغفرة وأن الله هو خير حافظ وأن الحديث عن الشياطين والجن أمام قدرة الله مجرد هراء وأن ما يضر الإنسان أو ينفعه ما هو إلا ما أراده الله يقول داود عشت مع الشياطين ثمانية عشر عاما مارست خلالها كل أنواع السحر كانت البداية عندما غابت العقيدة عن المنزل وبيت الأسرة فوالدي كان ساحرا وعندما أصبح والدي مسنا كنت البديل له ومع ضعف العقيدة والإيمان دخلت عالم شياطين السحر لتكون أكبر رحلة من المعاصي لقد كنت أختلي بنفسي في كهف في الصحراء مع الشياطين لقد مكثت داخل قبر لمدة خمسة عشر يوما لأنال والعياذ بالله شرف تنصيبي لقب ساحر وفقدت بهذا اللقب إنسانيتي وكنت أظن أنني لن أموت بعد رحلة تنصيبي ذهبت إلى السعودية لمدة ثلاث سنوات مارست فيها كل أنواع السحر والنصب وعدت بعدها إلى بلدي مشهورا يقول الناس بأنني أكبر ساحر وفي إحدى الليالي دخل علي شاب ملتزم حذرني من غضب الله وقال إن السحر كفر لكني لم أستجب له ولم أهتم بكلامه بعد ذلك قرأ آية الكرسي فشعرت أن الشياطين الذين مثلي هربوا بعيدا عني ودخل الخنجر الذي أمارس به السحر جسدي لأدخل بعدها المستشفى لمدة ثلاثة أشهر وبعد أن شفيت حاولت الانتقام من هذا الشاب بمحاولات كثيرة ولكن كل المحاولات فشلت لإيمانه القوي أما عن توبته فيقول داود لقد جاءت توبتي من خلال رؤيا شعرت خلالها أنني أموت وتم دفني ودخول القبر وسألتني الملائكة من ربك؟ وما هو دينك؟ وهل صليت؟ وكانت إجابتي تؤكد كفري بالله فقمت من النوم أصرخ بأعلى صوتي وبعدها بدأت أفكر فيما أفعل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ثم ذهبت إلى الشاب الملتزم فأحسن استقبالي وساعدني على التوبة وشرح لي حديثا شريفا يبين ويثبت أن السحر كفر فاقتنعت بكلامه وذهبت إلى المسجد لأصلي بعد أن اختسلت واستبدلت ملابسي وبعد فترة عدت إلى منزلي لتبدأ معركة التوبة مع الشياطين الذين رفضوا عودتي وهددوني بالانتقام ليس في نفسي بل في أولادي وأهلي واخترت طريق التوبة وظلت الشياطين تحاربني في أولادي حتى أصبحنا في خطر شديد وبفضل سورة البقرة والأذكار وكثرة تلاوة القرآن في المنزل زال الخطر وتمسكت بتوبتي إلى الله ونجحت وبحمد الله في توبة ثمانية وخمسين ساحرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بعد أن أصبح الأستاذ حمدي من أشهر رجال الأعمال نسي الذين وقفوا بجانبه حتى أصبح في هذه المكانة وخاصة زوجته وأهلها حيث وجد أن زوجته قد كبرت في العمر وأصبحت لا تليق به فافتخر بنفسه وتعالى عليها ثم قام بطردها وابنيهما من بيته فحزنت الزوجة وذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجها قائلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد خرجت الزوجة حزينة وهي لا تصدق أن زوجها الذي كان فقيرا نسي مساعدتها وإمدادها له بمالها ورغم ذلك دعت له بالهداية بعد ذلك قام الأستاذ حمدي بطرد سكرتيره وهو أحد أقارب زوجته وأتى بفتاة شابة رشحها له صديق خبيث وقد أعجب وانشغل بها عندما شاهدها فاقترح صديقه الخبيث عليه أن سكرتيرته لا منع لديها أن تذهب معه إلى بيته لتكمل معه العمل وتقوم بخدمته في أعمال البيت فوافق في سعادة كبيرة ومع أول يوم تصل سكرتيرته فيه إلى بيته تعلق بها وفكر في الزواج منها وتم الزواج بالفعل واستطاعت زوجته الشابة بأنوثتها السيطرة عليه تماما حتى أنسته عمله وجعلته يفضل الجلوس معها بادلا من العمل كما عرفت منه كل أسرار عمله حتى الملفات السرية أطلعها عليها وكانت بدورها تخبر بها صديقه الخبيث مقابل مبالغ كبيرة ثم طلبت منه أن يفض شراكته مع صديقه الخليجي لأنه أصبح في غير حاجة إليه فوافق على رأيها وأخبر شريكه الخليجي بأنه فض الشراكة بينهما وأنه سيعطيه نصيبه بعد أيام وبعد مرور أشهر لم تصل أموال شريكه فوصل إليه واتهمه بالمماطلة وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وبقوله أيضا من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة لم يهتم الأستاذ حمدي بكلام شريكه الذي هدده باللجوء للقضاء ولكن زوجته الشابة أخبرته أنها ستستطيع تسوية الأمر ثم بدأت في تنفيذ خطة جديدة لصالحها بدلا من مصالح غيرها حيث جعلت زوجها يوقع لها على أوراق يتنازل فيها عن بعض ممتلكاته لها حتى أصبح وضعه المالي في خطر ونجاحه في الطريق إلى زوال وفي إحدى الليالي شعرت الزوجة بألم شديد يمزقها فأسرع الزوج وطلب أكثر من طبيب وشعرت الزوجة بخوفه وقلقه عليها وحبه الصادق لها خاصة عندما سمعته يدعو لها وهو يصلي طوال الليل فرق قلبها واستيقظ ضميرها وقرر التصحيح كل أخطائها معه وبعد أيام تم شفاء الزوجة وفوجئ الأستاذ حمدي بأنها تأتيه باكية قبل ذهابه إلى عمله وتعطيه الأوراق التي وقع عليها بتنازله عن بعض ممتلكاته لها وأخبرته بخطة صديقه الخبيث الذي أراد تدميره حقدا عليه وطلبت منه أن يسامحها ويقوم بتطليقها وإعادة زوجته وابنيه لم يصدق الزوج ما سمعه وبعد تفكير عميق اقتنع بكلامها وسامحها وقام بالذهاب إلى زوجته والاعتدار لها وإعادتها إلى بيتها ثم اعتذر لشريكه وأعطاه أمواله وعرف أن خطأه الأكبر هو ابتعاده عن ربه الذي يسر له كل أموره ثم ثقته بصديق حقد عليه وأراد تدميره يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون توفي الأب وابنه الوحيد يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقامت الأم بتربيته ورغم تقدم الكثير للزواج بها لأخلاقها وجمالها إلا أن الأم رفضت كل المتقدمين وفضلت تربية ابنها كبر الإبن وأصبح شابا وكانت الأم توصيه بالصلاة والتقرب إلى الله ولكنه كان لا يستمع لها ودائما كان مجغولا عنها بسبب جلوسه الدائم أمام الإنترنت الذي كان يعطيه أغلب وقته ونادرا ما كان يجلس مع أمه ويتبادن معها الحديث وفي يوم دخلت الأم عليه وعاتبته أنت لا تشعر بي ولا بوجودي ولا تسأل عني ولا عن أحوالي بسبب هذا الجهاز العين حتى فرض الله لا تؤديه فرد ابنها مازحا أبشري يا أمي فسوف أشتري لك جهازا مثله وأنت تجيدين القراءة والكتابة ولن تملي من جلوسك أمامه طوال اليوم صمتت الأم في حزن وظل الإبن مشغولا عنها حتى كان اليوم المشؤوم الذي رأت فيه ابنها وهو يشاهد أفلاما إباحية فصرخت في وجهه ما هذا اتق الله يا بني ثم أخذت توصيه بقلب الأم وهي تبكي طالما حياتك كلها هكذا فأنا أخاف أن تموت على ما أنت عليه فمن عاش على شيء مات عليه وكعادته لم يهتم الإبن بنصائح أمه بل سخر من كلماتها وطلب منها أن تغادر حجرته ولا تتدخل في شؤونه فخرجت وهي تبكي وتدعو الله أن يتوب عليه مما هو فيه وبعد يومين فقط كانت الفاجعة حين اتصلت الأم بأخيها إمام المسجد وهي تصرخ أسرع يا أخي فأنا في كارثة أسرع الأخ إليها وحين رأته أغمي عليها وحين أفاقت أخذت أخاها وأدخلته غرفة ولدها فإذا بولدها عار الجسد وجالس أمام الكمبيوتر ويشاهد من خلاله فيلما إباحيا ولكنه ميت وأمه تصرخ وتقول لأخيها لم يكن يصوم أو يصلي فما مصيره يا أخي بكى الأخ ولم يستطع أن يتفوه بأي كلمة حتى بعد أن غسله وكفن ودفن لم ينطق بكلمة حتى لا يزيد من أحزان أخته ولكنه قال بينه وبين نفسه من غضب الله عليه أماته بهذه الميلتة وسيلقى ربه هكذا يوم القيامة أمام جميع البشر فقد أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله عزيز الحكيم سبحان الله عزيز الحكيم